مرحبا بكم من جديد مستمعينا وكما تعودتم معنا الآن في صباح الأسرة فقرة المطبخ وفيها معنا الشاب تيسام صباح الخير شف صباح النور كل شيء مزيان بحر والخير مرحبا بك إذا الشاب تيسام كلادة أستيس ووصفة باختصار شديد إذا بالنسبة للوصفة طبيعة الحال العيد القراب والمناسبات والعراضات فليما غدي نقدم لكم واحد جاج للعراضات مميز ونتمنى أنه هنا الإعجاب ديالكم بالنسبة للأستيس أو نصيحة دياليوم بما أننا تنهضروا على الجاج فغادي نعطيه نصيحة على الجاج الجاج باش يجينا لديد وباش يتشرب لنا أي حشوة درنا أو أي توابي درنا خاصة الدجاج يكون ناشف نقصلوا الدجاج نخليه يتسقطر وندخلوه لكلاجة حتى ينشف لنا مزيان لأن إذا درنا الدجاج فازق حاولوا تجربوها أن الدجاج ناشف مع الدجاج خلطة ما كانت تجي شيء هاتك طعم يعني غير فلاسيوس أننا باش نديروا الدجاج يجينا بنين ويدخل يتشرب لنا النكهات كان من خاصة الدجاج يكون ناشف نغسلوهم زيان نديروه يتسقطر وندخلو للتلاجة حتى ينشف لنا ودكسعا نديرو فيه أي حاجة بغينا إذن معلومة مهمة بنسبة للعشاق الطوخ كانت من ناوي يستهدوا منا وكذلك كانت من ناوي يبقوا معنا باش نتعرفوا على المقادر والطريقة ديال تحضير الدجاج ديال العرادة وإحنا نعيش أجواء تحضيرات ديال الفطر السعيدي كانت من ناوي يدخل إلى الجميع بالصحة والسلامة فخليكم مستمعينا لنتعرف على المقادر والطريقة بعد قليل إذن شابتي سام عدنا ونحن في انتظار المقادر وطريقة تحضير الدجاج ديال العرادة صباح الأسرة إذن من نسبة لها الدجاج ديالنا فيه ثلاثة المراحل فيه الدهنة الأولى اللي غادي ندهنوا بها الدجاجة وفيه العمارة ديال الدجاجة وفيه من بعد ما غير ندخلوها الدجاج الفران لكن ما تخلو عرض ثلاثة ديال المراحل ثلاثة ديال المراحل ثلاثة ديال المراحل ثلاثة ديال سهلين ثلاثة ديال مرحلة الأولى شف نحتاج الميل والميل والبحر وكيف عgentال تتاح یہ فيس Azerو بلوان رائعا في الجزء و الحم لدينا موجود التعاب lead بالنسبة للخلطة الثانية نحتاج رائعي صينية سوف نحتاج إلى داند فيومي ونحتاج قطع جبن مربعات ونحتاج أحد المعالقة لذلك الخلطة اللي درنا اللي فعل مايوناز الملح ولي بزار هذه الحشوة المرحلة الثالثة اللي بفاش غطي نبغي ندخلو الججا الفران سوف نحتاج مايوناز بنشغ فيه الملح ولي بزار السلسة اللي غطي ندخلو الججا الفران تحمر لنا سوف نحتاج زبدة سوجة ولموتارد إذن هدو المقادير ديال المراحل كلها يعني حضرو فيها الججا ديال العرادة إذن في بول غطي ندخلو فيها الميوناز الملح واللي بزار والفلفل الأسود الملون هذا هو اللي غطي ندهنو بيه الججا إذن ندهنو الججا ونخليوها ونخليوها إذن نعطيكم الطريقة؟ نعم طريقة باش نوضحو أكتر ديالنا غسلناها مزيان نشفناها لازم تكون ناشفة هادي ناخدو هذا كيف قلنا المايوناز نديرو فيه الملح اللي بزار وهذاك البزار الملون وندهنو فيها الججا مزيان ندخل وبره وبين الجلد ونخليوها من الأحسن نخليوها تبقى يعني قد ما بقعت وتشربات هذه المايوناز يكون أحسن تماما ناخدو الشعريات الصينية ديالنا بينسوا نديروها في الماء ونصفوها ونقطعوها ناخدو الأدان تفيمة نقطعوه حتى هو وناخدو مع القامل ذاك المايوناز اللي درنا فيه الملح والي بزار وهو اللي نجمعو به هاد الخالد ديال الشعريات الصينية ناخدو الججا ديالنا نحشيو بها هاد الحشوة ديالنا ناخدو ديك القطع ديال الجب المربعات نديروها ونعودون نحشيو فوقها لغا الجبن غايكون وسط ما بين ججح شوات ديال الجاجة حشينا الجاجة ديالنا غادي نديروها في الكسكاس نطيبوها في الكسكاس خسا تبخر مههم ونبخروها منتطيب لنا هاد الججا ديالنا تنحيدوها في الكسكاس وناخدو الجسوس الجسوس اللي قلنا فيه الكرة فيه الموتارد وفيه سوجة وفيه الزبدة وفيه الموتارد لو تناخدو هاد الجسوس هذا سنخلطوه مزيان ندهنو بيها الججا ديالنا المخرة المخرة ولمحشوه وتندهنوه به الججا مزيان و ندخلوها لفران تتحمر تنخرجوها فنرفقوها باش ما بغينا تيجي جاج ما فيش لقامة كتيرة فيه اشياء ما متعودينش عليها لكن اكيد طعم اذا اكيد غن حاولوا نتعرفوا للاعادة ديال الطريقة باش ياخدوا الطريقة بتطقيق المستمعين ديالنا وكنتمنوا يحاولوا يجربوها تخلي شاف غن ناخدوا جاجة ديالنا نغسلوها ونشفوها ندهنوها بلا مايوناز المخلطين مع شوية الملح شوية اللي بزار وشوية اللي بزار اللي يكون ملون ندهنوها مزيان ونخليها تبقى في هذه الترقيدة ديالنا عندو زون الحوشوة ديالنا اللي فيها الشعرية الصينية غن ندرها في الماء غليا نقطعها ونزيدوها للاداند فيما ونزيدوها مع القادية لمايوناز اللي صيبنا اللولة تنخلطوها للافاقص ديالنا مزيان تنحشيو بها الجاجة ديالنا وبينسوق تندروا مبيناتهم قطع ديالجبن تنحشيوها الجاجة ديالنا تنصدوها وتندروها في الكسكاس خصا تبخر لنا حتى تطيب مني تطيب تنزولوها من ذاك الكسكاس تنكونو مجدين للاسوس ديالنا اللي فيها كرين فخيش لموتارد الزبدة وزبدة وصوجة تنخلطوها للاسوس مزيان وتندهنو بها الجاجة مزيان تندخلها الفران تتحمر وتنقدموها رفقها مع اي حاجة بصحة ورحة بصحة ورحة المجتمعين ديالنا وكنت من نولوم اكيد تحضيرات ديالعيد الفترة السعيد تكون دائما مميزة وسهلة فكنت من نولوم الصحة والسلامة وشكرا شابتي سام على الاقتراح دياليوم وموعدنا غدا ان شاء الله واقتراح اخر جديد دائما في اطار تحضيرات العيد الفترة السعيد شكرا وعش المرورة شاف الى اللقاء